المطارات بالمدن المجاورة كان بعض المدن اللي عندها ربط سيكاكي. اليوم المدينة الوحيدة اللي عندها ربط سيكاكي هي مدينة الدار البيضاء. ما نقدرون هدروا على الرباط والخرين. اللي قرابين لها. ولكن المطار الواحد اللي عنده هو النواصر. من خلال الشبكة الحديدية اللي بغينا نطور ان شاء الله وخاصة الخط السريع اللي غادي يعني انتشر حتى المراكش. غادي يصبح مطار الريباط مرتبط التهوة بالسيكاة الحديدية. غادي يمكننا نربطو نواصر بطريقة افضل. وبالطبع بحالة بها مراكش غادي يكون قريب للتجيبه الى اخير. هي بحيط انه ما بين مراكش والمطار كان الحافلات اللي في ظرف 15 دقيقات او 20 دقيقة تتمكن الواحد يوصل للمطار. بالطبع سيارات الاجراء ايضا تتأمن النقل ديال المسافرين بين المطارات ومختلف المدن. وايضا حافلات وهذه الحافلات هذه الخاصة تنجزو هذه المشاريع هذه عادة بشاركة مع مجالس المدينة بحيط انه النقل الحضاري داخل المطار داخل المدينة فالنقل الحضاري تكون من اختصاص ديالها. اضافة الى ذلك تنكلف مقاولة باش تنسق مع السلطات المحلية باش نجزو الخدمة ديال المركب ديال يسمى الموقف ديال السيارات داخل المطارات. ومن المرتقب ايضا نعمو هذه الخدمة هذه بشكل تجيجيش في باقي المطارات تنتكلم هنا على الربط عبر الحافلات خاصة مخصصة ما بين المطارات والمركز الحضاري اللي قريب من المطار وشكرا اشتركوا في القناة